كنا من كم يوم كده جبنا الاخت الهام شهيد ما احنا موراناش غير كده بقى احنا ورانا ايه غير هم الاخت الهام شهيد تحدثت عن المفهوم الواسع للإسلام ورؤيتها للدين العظيم والحاجات دي كلها فالاخت وفاق عام رأيت لك يعني وايه الهام شهيد احسن مني فراح الدخلة هي التانية في الملطشة ملطشة معه الدين ده الملطشة بتاع التاس ما زي ما انا قلت كده في موضوع الهام شهيد لو حد منه من المشايخ طلعت كلم في الفن وادائك وهل كنت متقنة للدور ولا بتاع تقوله لا خليك في حالك انت ملكم الحاجات زي كده بس في الدين ده بتاع كل الناس فارزع بقى فطلعت بغض النظر عن انها قالت لك الاول ايه ان انا الحمد لله كفحت زي محمد صلاح الحمد لله يعني هي بدل ما مو صلاح هتبقى مو وفاق لكن قالت هنا بقى ايه قالت حاجة عجيبة جدا بص يا سيدي اللي بيتوبوا واعتزلوا عملوا ايه عشان يتوبوا منه احنا بنقدم قيمة للمجتمع انا كنت بحضر دروس دينية الحمد لله انك كنتي والحجاب مش اننا نلبس طرحة وبس الحجاب هو حجاب القلب واللسان والدروس الدينية فدتني ومش بعتب على اللي يلبس طرحة انت حر فيه ما لا تضر ليه طيب يا استاذة ما بتعتبيش ما تعتبي يعني الاستاذة وفاق عامر طيب الله فراها بتتفضل علينا انها مش هتعتب على اللي يلبس طرحة برحتك يعني لكن احنا كمان بقى عندنا مفاهيم للحجاب دلوقتي على لسان الاخت وفاق عامر وعلى لسان الاخت الهام شهيد يعني احنا ولا تسمع له همسا يعني مثلا يطعى خالد الجند يتكلم عن كده يطعى لا لا يا استاذة ما الحجاب اه حجاب لسان وقلب فعلا بس لازم تغطي شعرك لازم تغطي مفاتنك لازم تبطلي ادوار الاغراء وبعدين الاستاذة وفاق عمل نفسها بتطلع تقولك هما اللي اللي بيتوبوا ويعتزلوا عمل ايه عشان يتوبوا عليه طب هو يا استاذة وفاق شوفوا يا استاذة وفاق انا مش هتكلم لان احنا كلنا عندنا زنوب يعني كلنا بنعمل زنوب ناس الله سبحانه تعالى عفوه المغفرة فأنا مش هتكلم في منطقة زنوبك اللي هي فكرة انا مش هجيبلك الادوار بتاعتك اللي عملتها مش هجيبلك الوقت محروص بتاع الوزير او غيره يعني من الافلام عشان اقولك ده استحق التوبة منه ولا لا وده استحق انه قيمة للمجتمع ولا يعني هو ده الفن القيمة للمجتمع الدور اللي انت عملتيه مع عادل امام مفهوش اي حاجة غير بورندو دور بورندو يعني ده ما استحقش التوبة يعني عايز اقولك حاجة يا استاذة وفاق النبي عارفاه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفاه يعني صلى الله عليه وسلم اكيد طبعا انت اكيت بتحضروا دروس دينية عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ او لأ عارفاه طبعا وعارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا اللأ عارفه طبعا صح النبي ده بقى صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر في اليوم سبعين مinationة مرة لما قال كدة وفي رواية مائة مرة اني لاستغفر الله اتوبولاي في اليوم مائة مرة فأنتي بتستعجبي من الناس عملت زنوب كلنا عملنا زنوب مش عايزة بتستغفروا يوتيوبوا والدين بقى ملتاشا دلوقتي كل واحد فينا يفتي يفتي فيك يا جماعة تبخلوا كل واحد في حياله يعني تخليك في الفن ايه اللي وديك لمساحت الدين طيب يعني انا بستعجب دلوقتي انت حضرتك طلع يتكلمي في الادوار محدش هيجي عندك والله الادوار دي حلوة انا عملت قدمت للمجتمع للمجتمع خدمات عظيمة وعملت ادوار قسرة الدنيا وانا مش فاكر لها اي حاجة غير الاغراء يعني انا عملت مش عارف ايه انا وديت ماشي ايه بس بديك عندي الدين هو ده بقى ملتاشا يا جماعة اي حد عايز يطلع احنا يعني احنا لا نتنمر على احد ولا يعني نتقلع الله في احد عسن تكون خاتمتها احسن من خاتمتنا ناس الله حسن الخاتمة لنا جميعا لكن ايه الفكرة يا جماعة ما يبقاش كده الملتاشا كل عادي يطلع يدي مفهوم الحجاب ومفهوم الدين ومفهوم العبادات الست الهام شاين قلت لك الدين مش عبادات الدين معاملات ما فيش عبادات بلاش ملاسك وبتأهم حاجة التعملات على حساس ان تعاملاتها عظيمة جدا عملت هي واسمها هيدي ممثلة تانية مش الناس اسمها وتخنقوا في جلازة ساميل صبر معاملات زي الفل يا جماعة يعني ايه الله يكرمكم كده ما يعني يعني نصيحة بالله عليكم بلاش تروحوا المساحات دي اشتغلوا في الحتة بتاعتكم برطاقوا زي ما انتوا عايزين زي ما قالت استاذ انا جلاء فتح مبارع على عدل امام اعمل اللي انت عايزين اسئل الناس اللي عايزات دولة انشروا قيم لانحلال في المجتمع اعملوا كل بس يلكوش دعم الدين بقى مش تطلعوا كمان تفتوا للناس ما فيه ناس مساكين فيه ناس مساكين بيتأثروا بالمشاهير دي بجد يا جماعة ما تبصش لي او لي كل حضرتك اللي عارف دينك وبتقرى وبتقرى في كتاب الله وبتعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ناس بسيطة جدا فتطلع تاخد الكلام بتاعت مشاهير ده وتعتبر هو ده الدين اغا فعلا حجاب ده حجاب لسان وحجاب قلب لكن مش عريانة عادي يعني وبعدين الدين مش عبادات مش عبادات ايه يعني بقى نصوم ونحج وبتاع كلنا في اللطيف الظريف ده فقعني مش عارف الحقيقة هيبطله الحكاية دي امتى مش عارف سألتلك ايه بقى مو صلاح هي مو مو وفاة انا هسميها مو وفاة قلتلك بيعجبني في محمد صلاح اصراره بحس النفية شفت حتى الصورة اللي محتوطة لها او ده مش حجاب ده ده عادي جدا ده حجاب المهم من الحجاب بتبقى حجاب ايه حجاب القلب واللسان يا جماعة مش مهم من الحاجات التانية دي الحاجات التانية دي بتاعت الناس المنحرفة بحس ان فيها كتير قوي من قصة كفاح صلاح هو مشي من احد الاندية الكبيرة وقالوله ما ينفعش وانا مشوني من مسلسل بابت الحلواني وقالول وقالولي مش مش هتشتغلي وروحت بشنطة دومي بسبب المنتج الفني لان شاف ان مش لايق على الدور وروحت بيتي ماشي وروحت بيتي ماشي ياه ياه تراني تأثرت تراني اصلا في حد هالين اليومين دول تراني تراني تأثرت تراني ابكي ايه الدراما العنيفة دي تعاني مو صلاح المشواره بقى زي موافاء ايه الله يسمحكو موسيقى شكرا